الأنفال والتوبة سريعا بإذن الله تعالى الغنى عفوا الشدة عموما عامة الشدة يعني أنا في حرفين متماثلين جمع بعض أي أن كان بقى هذه الشدة على أي حرف موضوع الغنى ده موضوع تاني لكن موضوع الشدة إجمالا هو حرفين متماثلين الأول ساكن والثاني متحرك يعني قلنا مثلا ولا الضالين حرف الضال هنا مشدد طب الشدة معها إيه الشدة لازم يكون معها فتحة أو ضماء أو كسرة في الشدة لوحدها الضاد هنا عليها فتحة يعني أنا عندي اتنين ضاد متماثلين مع بعض دخلين في بعض الضاد الأولى ساكنة والثانية مفتوحة ولا الضالين اللام هنا مشددة شدة ومعها إيه؟ معها كسرة ضالين شدة وكسرة يعني اللام الأولى ساكنة واللام الثانية ها مكسورة عندي بقى النون والميم المشددتين يعني النون مشددة يعني النون ساكنة والثانية متحركة الحركة اللام مع الشدة إجمالا في الشدة أنا بضغط مخرج الحرف أي شدة على أي حرف أنا بضغط مخرج الحرف يعني إيه بضغطه؟ يعني مثلا كلمة كلا اللام عندي هنا مشددة لو أنا قلتها بدون شدة هقولها إيه؟ هقول كلا كلا أنا عايز أقولك بس تعرف الفرق بين الشدة وبين غير الشدة لما قلت كلا يبقى اللام مش مشددة مقول كلا يبقى أنا عملت إيه؟ ضغط مخرج اللام بضغط مخرج الحرف في الحرف المشدد لكن في النون والميم بضغط مخرج الحرف فترة زمانية اللي هي بنسميها إيه؟ الحركتين وغنى نونا ثم ميما شددة وسمي كلا حرف غنات بدأ يعني النون والميم والمشددتين حكمهم كما ذكر صاحب التحفة أن تغن يعني بعمل بضغط مخرج الحرف فترة زمانية بمقدار حركتين أنا بستطلك الموضوع بسهولة بعيدا عن الألفاظ التجويدية اللي ممكن تزعج البعض تمام؟ يبقى أنا باختصار لما ألاقي نون أو ميم مشددة بغن النون أو الميم غنى بمقدار حركتين تمام؟ وعندي أي حرف مشدد أنا أضغط مخرجه أضغط مخرجه لكن مش فترة زمانية يعني أضغط مخرج اللام المشددة لكن بضغط بس مش فترة زمانية إمتى بعمل فترة زمانية اللي هي بنسميها الغنى بمقدار حركتين في النون والميم المشددتين فقط ده موضوع النون والميم المشددتين طيب صلوا عن نبس عسل هنقول لكم معلومات قايمة جدا والمعلومات دي معروفة لكن احنا بنحاول نذكر بيها وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين نرد ان شاء الله هنقرأ صدر سورة براءة لها التوبة ما بين الأنفال وبراءة لها التوبة في أحكام في ثلاثة أوجه ما بين الأنفال وبراءة آخر الأنفال إيه إن الله بكل شيء عليم أو البراءة طبعا مفيش بسملة أو البراءة إيه مفيش بسملة فبنقول براءة طيب عندي ثلاثة أوجه الوجه الأول وهو القطع إن أقول إيه إن الله بكل شيء عليم وأخذ نفس وأقول براءة من الله الوجه الثاني هو وجه السكت إن بعمل سكت يعني إيه يعني بقف على عليم من غير ما أخذ نفس كديد بنية استكمال التلاوة هو ده السكت أقول إيه إن الله بكل شيء عليم براءة من الله أنا عملت إيه أنا قلت عليم وما خدتش نفس جديد ده حكم اسمه السكت سكتة لطيفة بس كت بنية استكمالة استقناف التلاوة بدون نفس جديد ده الفرق بين القطع وبين إيه بين السكت الوجه الثالث الواصل إن الله بكل شيء عليم براءة من الله وصلت بمعايا تلات أحكام ثلاثة أوجه على فكرة بقى الأوجه دي ليست بين الأنفال وبراءة بس يعني مش بين الأنفال والتوبة بس لا بين أي سورة قبل التوبة في ترتيب المصحف يعني لو وصلت بين البقرة والتوبة عندي ثلاث أحكام يقول ما سأقول إيه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين براءة عندي هنا نفس الثلاث أحكام هي هي إما إن أنا أقطع يعني أقول إيه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين براءة من الله أو أقول السكت إن فانصرنا على القوم الكافرين براءة من الله أو وجه الوصل إن فانصرنا على القوم الكافرين براءة من الله أي سورة بقى لو وصلت آخر البقرة بالتوبة لو وصلت آخر آل عمران بالتوبة آخر النساء بالتوبة أي سورة في ترتيب المصحف قبل التوبة عند وصلها بالتوبة لها ثلاث أحكام اللي هو ثلاث أوجه عفوا ثلاث أوجه طب أي سورة بعد يعني لو وصلت آخر التوبة بأول التوبة ماليش غير إيه غير الاستعاذة إن الواحد يبدأ بالاستعاذة ما ليش فيها لا السكت ما ليش فيها ولا سكت ولا وصل ليه فيها القطع فقط القطع عفوا القطع لو وصلت سورة مثلا يونس بالتوبة القطع ما فيش لا وصل ولا فيه ايه ولا فيه سكت صالنا عن نفسه وعلى سلم المعلومات دي مهمة جدا آخر حاجة عن أولا لكم بقى في أول التوبة طبعا ما عندناش فيها بسملة العلماء يعني اللهم هنا رأيين الرأي الأول بيقول ان طول سورة التوبة ما فيش بسملة يعني هتبدأ من أولها ما فيش بسملة لو بدأت في أي آية من منتصف السورة ما فيش بسملة وفي علماء قالوا لا أول براءة بس ما فيش بسملة ان أول سورة براءة فقط ما فيش بسملة لو بدأت من الآية التانية تبسمل أو ما بعد الآية الأولى بتبسمل يبا احنا عندنا هنا ايه واجهين واجه انك انت مش هتبسمل طول السورة تبدأ تقول الاستعاذة وفي وجه يقول أن في أول السورة فقط عدم البسملة وبعد ذلك ممكن أنك تبسمل فإن شاء الله سنطبق الثلاثة أوجه ما بين الأنفال وبراءة ثم نستكمل إن شاء الله تلاوة وجه أو جزء من الوجه الأول ثم نستمتع باتصالاتكم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله وفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صلاة اللهم ربنا بالله ترسلك ونحن على ذلك من الشاهدين يعني قبل ما تلقى الاتصالات في معنا برضو موضوع مهم إحنا عاوزين نستكمله موضوع إحنا تكلمين دوقتي عن وصل الأنفال ببراءة أو وصل أي سورة قبل براءة قبل التوبة بإيه؟ ببراءة يعني وصل البقرة والعمل وصل السورتين ببعض عموما إجمالة عشان نخلص الجزئية ديت يعني تبقى كلها خلصت يعني موضوع إيه؟ موضوع وصل السورتين عموما للإمام حفص اللي هو وصل مثلا الفاتحة بالبقرة وصل البقرة بألي عمران وصل ألي عمران بالنساء عندنا هنا ثلاثة أجزاء إيه هو؟ عندنا واحد واثنين وثلاثة ركزوا معي كويس واحد ختام الصورة اتنين بسم الله الرحمن الرحيم تلاتة بداية الصورة يبقى عندي ثلاثة أجزاء جزء الأول ختام الصورة مثلا ختام صورة البقرة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دا نمر واحد بسم الله الرحمن الرحيم دا نمر اتنين ألف لا ميم دا تلاتة يبقى عندي واحد ختام الصورة اتنين ها بسم الله الرحمن الرحيم البسملة تلاتة بداية الصورة الأوجه اللي معانا إيه؟ قطع الجميع يعني قطع واحد عن اتنين واثنين عن تلاتة يعني أقول فانصرنا على القوم الكافرين تمام؟ بين أقطعوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني والثالث فانصرنا على القوم الكافرين قطعت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم الوجه الثالث وصل الجميع فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الوجه المنهي عنه بس إنك توصل الأول بالتاني وتقطعها تأتي تقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وتقطع ده ممنوع ليه حتى لا يتوهم السامع أن البسملة ختام السورة كده احنا خلصنا موضوع ما بين السورتين لرواية حفص جزاكم للخير معنا